طيب خلينا عدي سريعا بقى على اخبارنا النهاردة النهاردة طبعا هتبدأ موجهات الجولة التانية عندنا الاتحاد السكنداري مع فيوتشر شغال دلوقتي وعندنا كمان ام بي مع المقاولون هيكون الساعة 8 بالليل بكرة ان شاء الله يومنا يومنا يبتدي طبعا ظهرا هيكون في لقاء كليوباترا السيراميكا كليوباترا مع الاسماعيلي مصر المقصة مع الجونة هيكون الساعة 3 برضو طلاع الجيش مع الزمالك خمسة ونص وفرقه مع بيرمتز خمسة ونص ونختم بقى وختمها يكون مسك ان شاء الله بإذن الله بصاهرة كروية تكون ان شاء الله ممتعة ونتوقعها كذلك بين الاهلي والبنك الاهلي والمباراة هيكون الساعة 8 طيب بيبلغوني ان ارتحاد شغال دلوقتي مع فيوتشر والنتيجة ما زالت تعادل واحد واحد بين الفرقتين يوم الاثنين هتكون ختم الجولة التانية من الدولي هيكون مواجهة بين المصري واسموحة هتكون الساعة 5 ونص واسم كامبوني مع غزل المحلة الساعة 8 مساء نروح للحكام وحضراتكم عارفين طبعا بعد مواجهة البنك الاهلي هيكون عندنا الساعدات طبعا لمباراة مهمة جدا هتكون يوم الجمعة اللي جاء ان شاء الله أمام الزمالك المنافس التقليدي للنادي الاهلي ودي المباراة لجمهور النادي الاهلي طبعا مستنيها خليني اقول لحضراتكم انه فيما يتعلق بالحكام من وتحدي الكرة قرر بالفعل انه يصرف كل المستحقات الخاصة بالحكام في الدرجات المختلفة بشكل شاهري وهيبدأ الصرف ده من يوم 2 نوفمبر لكن على الهامش فيما يعني وحنا نتكلم على موضوع لجنة الحكام لجنة الحكام بتحضر كابتن ابراهيم نور الدين عشان يحكم مباراة الاهلي والزمالك اللي جاي احنا طبعا كل التوفيق لكل حكام المصري مش بس لكابتن ابراهيم نور الدين ولكن اتمنى ان دي تكون فرصة واحنا يمكن شوفنا في الجولة الاولى من الدوري نقلة نوعية انا مش عارف طبعا دي هل ده مجهود ربطة الاندية ولا كان ده سيناريو محطوط من اتحاد الكرة لكن خلينا نقول ان احنا شوفنا فيما يتعلق بالبس التليفزيوني اه ممكن يكون فيه اخطاء تحطها تحت خالة متعمدة او غير متعمدة دي حاجة ترجعلك انت والتقييمك الشخصي او لوجهة نظرك الشخصية لكن انا اتمنى انه النقل النوعية على اقل فيما يتعلق بجودة البس نقل التليفزيوني يعني ودي اللي احنا اتكلمنا عليها الموسم الاخير عشان ما كناش نبقى قصيين قوي على منظومة التحكيم ونحملها المسئولية كاملة قلنا انه الفار عانى من مشاكل تقنية كتير جدا في اوقات كتير جدا صعبت مهمة حكم الفار وحكم الساحة لكن جودة الصورة اللي احنا شوفناها وجودة النقل مش بس الصورة كمان النقل التليفزيوني اللي شوفناها في الجولة الوقت بنقول انها بتساهم بشكل كبير جدا في انها تعلي من الدور اللي مفترض تقوم بيه تقنية الفار وننتمنى بقى انه يترجم في الدوري السندي واولها واللي اعتقد انه المسئولية فيها لانه الحكم عند الجمهور بيبقى مضاعف يعني الغلطة في اي مباراة عادية بتبقى غلطة والجمهور بيداء منها او بيزعل منها او بيبقى فيه ضرر نفسي وقع على جماهير الكرة واحساس شديد جدا بالظلم وخصوصا لما تكون بتشجع فريق بينافس والنقطة تفرق في مشوار بطولة وخصوصا انه في زين الجماهير او في خلفية زهنية للجماهير الموسم اللي فات والاخطاء اللي من وجهة نظر جزء او قطاع عريض من الجمهور سهمت في انه لقب الدولي يترجع من نادي الاهل فبالتالي الاخطاء دي السندي مش هتكون مقبولة وبالذات يعني وبالذات كمان لما بتكون في مباريات فيها المنافسة شديدة يعني ما كلمك على مطشاط زي الاهلي والزمالك لا ما كلمك على مطشاط زي الاهلي وبيرميدز مطشاط زي الاهلي والمصري الفرق اللي ممكن تعطلك او الفرق اللي ممكن تكون عقبة في مشوارك نحو تحقيق الدرع الفرق المستوها كويس السنين الاخرين والاهلي واسموحة الحاجات دي مش هينفع تعدي يعني الحاجات دي السنة دي قنابل موقوطة اتمنى اتمنى انه منظومة التحكيم وكلنا ثقة وانا اشدت الحقيقة باسم كابتن عصام عبدالفتاح حبل كده نتخطى المرحلة دي ويكون ان شاء الله موسم موفق للتحكيم المصري طيب من الحكام نروح للمنتخب نروح للمنتخب والمنتخب الحقيقة مع كارلوس كيروش اعتقد انه بدأ مرحلة جديدة معظم الجماهير راضية انا مأجل حكمي النهائي على فترة كيروش لما اشوف اهداف حقيقية بتتحقق يعني ليبيا بالنسبة لي ما كانتش هدف ليبيا بالنسبة لي كانت نتيجة منطقية جدا ومطلوبة جدا لفريق عايز بيسعى ان هو يوصل كاس العالم ويلعب مع الكبار فطبيعي جدا انك انت تحلل ازمة اللي انت صنعتها بنفسك وتتخطى ليبيا ذهابا وايابا وهي برضو تاني نتيجة منطقية وحتى انجولا والجابون مهاش اختبارات بالعكس انا بشوفها فرصة لمستر كارلوس كيروش انه يدي مساحل نفسه للجهاز واللعيبة اللي معاه انه هما يطوروا من اداءهم مطشين مفترض انه هما سهلين محتاج منهم ثلاث نقط بس عشان توصل للمرحلة التانية وهي دي المرحلة الاصعب وهي دي اللي على اساسها بقى ممكن تقيم التصادم اللي جاي ان شاء الله بعد ما تصدر مجموعتك وتوصل للمرحلة التانية هتقع غالبا كده غالبا في وش واحد من الخمسة الكبار حتى اليوم مصر تصنفها حسب الفيفا في المركز السادس وعشان توصل انك انت تخش من الخمسة الكبار يعني تبقى من احسن خمس فرق على مستوى القارل الافريقية ده محتاج معجزة محتاج منك تكسب فيه مطشتك اللي جاي كلها ومحتاج انه نيجيريا تتعثر واعتقد انه ده سيناريو صعب وبالتالي ده هيكون التقييم الحقيقي لمستر كيروش والتقييم الاهم والاصعب بقى هو كاس امم افريقيا بطولة امم افريقيا في الكاميرون وطبعا ان شاء الله باذن الله زي ما نتنناها يعني وان كان ده هيكون نجاح في حد ذاته انه يوصل بنا كاس عالم ونشوف مصر في كاس العالم 2022 مستر كيروش قرر انه قائمة النهائية او القائمة المبدئية القائمة المبدئية لانه هيبقى فيه قائمة نهائية بعدها بأيام القائمة المبدئية المنتخب مصر اللي هيكون قوامها 30 لاعب تتقدم الاتحاد الافريقي يوم 25 ديسمبر وبتالي هتكون فترة كافية جدا يكون تابع خلالها عدد كبير جدا من المباريات الدولي يكون بص على مستوى المحترفين المصرين اللي موجودين في الخارج ويقدر يكون التشكيلة الانسب والاقدر على تمثيل منتخب مصر في بطولة امم افريقيا القائمة المبدئية هتكون 30 وبعدها باسبوع هيكون القائمة النهائية عددها 28 لاعب هيتم اختيارهم لتمثيل مصر في امم افريقيا قليني اقول لحضراتكم كمان انه في البطولة دي هيرجع عدد التغييرات مرة تانية لتلات لاعبين في المباراة الواحدة مش خمسة وهيسمح بس بلاعب او بتبديل زيادة في الادوار النهائية من البطولة على ان يتواجد في كل مباراة 23 لاعب في قائمة كل مباراة يعني 23 لاعب من قصل 28 اللي بتشملهم القائمة اشتركوا في القناة